نحن مكملين ببقى مساحاتنا الصباحية وحنروح لفقرة خاصة هيك شوي بحياتنا التعلق العاطفي مين منا بحياتهم ممرأ بهذا التعلق وإن كان بالأبوين إن كان بتعلق الأم لابنا الأصدقاء الأخوة هذا التعلق يعني هو حالة طبيعية فطرية عفوية ولكن في مراحل هذا التعلق بتطور للناحية السلبية هلأ هو خلينا نقول إنسان ما في يعيش بدون علاقات إنسانية اللي دائما بتعدل من سلوكه وبيكتسب مننا خبرات ولكن وقتل بصير مرضي وقتل أنا بصير اليوم بدون فلان أو بدون فلانة أو بدون حدا من أهلي أنا انتهيت هون أنا رحت لي الموضوع المرضي خلينا نقول كمان من ناحية الأصدقاء من ناحية الأشياء العلاقات الاجتماعية دائما الإنسان بيسعى لاتساب العلاقات الاجتماعية ليطور مهاراته لا حتى يكون شخص يمكن فعال دائما بالمجتمع ما فينا نعيش بدون علاقات اجتماعية بدون أصدقاء بدون الناس اللي منحبهم لكن أحيانا العلاقات الاجتماعية بتكون ضارة أو سامة بتسبب كتير من الاضطرابات النفسية ونحن دائما معرضين للتعلق ومن أصعب أنواع التعلق هو التعلق العاطفي بس قيمت هذا التعلق بيستدعي تدخل الطب النفسي أكيد استجوابات كتير رح نحكي عنها ورح تجاوبنا علي ضيفتنا اللي صارت معنا بالستوديو لليوم الأستاذة رند نظر اختصاصية نفسية حاصلة على درجة الماجستير في الإرشاد النفسي يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك صباح الخير أهلا وسهلا فيك يعني نحكي اليوم على موضوع يعني مرأة بحياة الجميع اليوم ما في حدا مستثنى من هيئة الحالة ولكن بشكل نسبي خلينا نعرف اليوم نفسيا شو هو التعلق العاطفي التعلق العاطفي هو ميل الفرد لأنه ينشئ روابط حميمية عاطفية مع مجموعة من الناس اللي هنحواليه طبعا هذا الميل هو فطري موجود بالطبيعة البشرية بيبدأ عند الإنسان من هو من أول ما بيخلق بيستمر خلال مراحل حياته كلها هلأ هون في نقطة بديشير عليها صراحة أنه علاقة الأهل مع طفلهم خلال الشهور الأولى بتخيل أنه هي بتنشئ النمط اللي حيكون النمط تعلقه خلال مراحل حياته وبتأثر على علاقاته المستقبلية طول عمره يعني كيف نمط العلاقة إذا كانت هناك نعيتم في تقديمه للحب والرعاية إله رح تأثر عليه على نموذج علاقاته المستقبلية يعني فينا نقول أنه يمكن بنكتسب هذا الشيء من أهالينا قداش يكون في كمية حب وحنان وخوف علينا نحن وقت من كبر بيصير عندنا تعلق كتير كدير طبعا هلأ هلأ هشرح لك أكثر شوي من خلال هلأ إذا حكينا شوي بدي حكي لكم على أنواع التعلق هاشرح موضوع أنه كيف تكون علاقة الأهل مع الطفل من هو صغير بتنشئ عنده نموة التعلق هلأ مثلا إذا كان الأهل دائما عم يعتنوا بطفلون وعم يقدمون له الحب والرعاية والحنان هون حينشئ عنده نموة التعلق آمن هذا رح يكون هو خلينا نقول عنده ثقة بنفسه عنده ثقة بالآخرين وحتى علاقاته متوازنة بتكون بتكون علاقته متزينة يعني مثلا ما هي يعاني كتير أو أنه قادر أنه يضبط مشاعره انفعالاته متزينة بينما لو كان الأهل شو عم يعملوا مثلا إذا كانت مثلا عم يقدموله الرعاية والحب بس بشكل مثلا حتى احتياجاته الجسدية والنفسية المادية إذا كانوا يدموله لها مع تأفف مع غضب مع مشاعر هاي هون فهينشئ عنده نموة تعلق قلق رح يطلع هذا بكرة أنه هو عنده نظرة سلبية تجاه نفسه نظرة إيجابية عند الآخرين يعني بيحس حاله أنه أنا دائما أقل من غيري ما بيستحق أنه الناس تحبني نلاقيها هي نموذج بيومنا يعني أنه مثلا فيه أشخاص بتلاقيها بتقول أنا ما بيستحق أنه هذا التقدير والحب من الآخرين أو هذا الشخص ما بيستاهلني أنا ما بيستحقه فهذا بيكون عنده نموذج قلق دائما علاقاته متوترة مع الآخرين بينما إذا كان فيه عندنا النموذج أنه كان الأهل ما عم يعتنه بطفلون أهم لينه فهون هو رح يطلع بيتجنب العلاقات رح يخاف في قرب من الناس بيحب دائما الوحدة والعزل رغم حاشته أنه يقرب من الناس بس هو مشان يحمي نفسه من الرفض والنبز يتعرض له كيف كان هو صغير فأنه هو بيصير بيتجنب هالعلاقات فيه أهل أحيانا بيعطوا الحب مرة بيرجعوا مرة بيعطوا مرة بيرجعوا فهون بيصير هو كمان علاقاته مرة بيقرب مستقبلا نحن نشوف يعني الكبار هاي حالات التعلق عند الكبار أكتر يعني دائما نحن يعني الكبار معرضين لهذه القصة خصوصا إذا كنا فاقدين لشي مزمترة هكيد يعني دائما نحن وقتل بيكون عنا نقص بحياتنا من روح ملجأ لحدة تاني خلينا نركز بموضوع العاطفي التعلق المرضي هرا نحن نحن استطلاع في الشارع رحنا نشوفه بعد شوية ولكن لابن معجز معنا على الاستطلاع خلينا نحكي عن السلبي اليوم تلأ لأنا بتمتعلق بأحدا بشكل كتير جموني وبشكل مرضي ليوم شو هي النتائج سلبي لهذه القصة؟ انا هذه كنتم وصلك الجيخة og islo to me انه فعليا هذا التعلق السلبي خلينا نقول المرضي هو نتيجة نمط التعلق سواء كان قلق Brett هل建 plans be dansатель أو دائما عنده شعور على نخل شعور بالنقص فمشان هيك أول ما لقى الاهتمام من طرف معين فهو رح يلجأ ويتعلق فيه ويحبه لأنه أصلاً كان فاقده بمرحلة وفوته لهيك فهو مجرد ما صار لقى الاهتمام والحب من شخص معين استمع له صار خليه يعبر عن مشاعر وأفكار وأي شيء لقى المساحة الآمنة اللي هو كان فاقدها هون رح يتعلق هلأ هون بصير فيه نوع من المعاناة بصير في أنه ما عاد قدران ينساته لقته وشاغل وقته فيه بصير أنه ما عم حسين يتجاوز الأزمة بتأثر على نواحي حياته بصير سواء عمله شغله حياته الاجتماعية كلها بتصير صفر هو بس قاعد عم يفكر بهذا الشخص ناطر أنه كيف تماما ناطر رجوع أو ناطر للإصلاح ما بعرف شو يكون وممكن أحياناً يكون الشخص اللي هو متعلق فيه وما عم يبادروا هذا الشيء هاي ممكن أصعب حالات التعلق من طرف واحد يعني ممكن فيه ناس كتير بتعاني من هاي لسه شو رأيك شوف الأستطلاع عن ناس شو كان رأيه بموضوع التعلق العاطفي يعني مرأنا فيه كلها تماماً يمكن بتختلف كمان فيه أشخاص بتتعلق أكتر من أشخاص يمكن تمرق بطريقة عادية أو ما فينا نقول بطريقة عادية ممكن لفترة معينة ويتخطع الشيء فيه ناس ممكن يتأثر علي مدى الحياة تهي لسه خلونا نشوف ضمن استطلاع الرأي اللي زلنا على هيك الشارع وحبينا اليوم نشوف الناس شو رأيه بهذا الموضوع فضلوا بالنسبة للتعلق المرضي هو أكيد سلبي أنت تتعلق بحدا وتربط حياتك ويصير هو محور الكون فهذا أكيد هو شيء سلبي ويأثر على الحياة الدراسية والاجتماعية ويصير يخلي الإنسان انطوائي أكتر ومنعزل أكتر ويحاول يباعد عن كثير العلاقات وأي علاقة حتى لو كانت صادقة رح يصير يباعد عنه أكيد تأثيره سلبي يعني إذا واحد عم يدرس أو عم يشتغل حيأثر سلبيا عليه وممكن أحياناً يوصل أنه ما يعود يقدر يعمل شيء بحياته دمار شامل يعني كما بيقولوا يعني الواحد بالنهاية لازم يكون عنده قدرة على التحكم بعواطفه التعلق العاطفي للمرضي غالباً بصير بين الشباب والفئة الأقل عمراً يعني تحت 25 سنة بسبب عدم التجربة يعني عدم نضوج تجربة التعلق فكتير بيكونوا هنا يعني بيشوف وحده أو بيشوف الصبيعة بتشوف واحد بتتعلق فيه لحد إنه ما بيدي رغيب عن باله دائماً بتتواصل معه دائماً هلأ مثلاً التواصل الاجتماعي على الوطس على الفيس دائماً بتتابع حالاته دائماً بتتابع صفحته فهذا قد يسبب للطرف الآخر العذق يعني دائماً بدي تحكي معه بيكون هو مفاضي عم يدرس عم يشتغل يعني عدة أمور بحياته هذا الشيء اللي عم يصير يعني لازم يكون في توعية بين الشباب أو الشباب والصبايا يكونوا وعين لها النقطة إنه نعم الحب موجود التعلق موجود هذا شيء إيجابي ولكن ما يصل لحد المبالغة فكل شيء يزيد عن حده ينقلب إلى ضده الشيء غلط وما بيصير ليما كان حتى مع الأهل مع الأب والأم فجباري يعني الواحد إذا كان عنده هالتعلق الشخصتان لازم يخفف منه مو يلغي بس خفف منه يعني إيجابي إذا كان بحدود معينة مثلاً أما إذا تخطى هذا الحدود ممكن يكون سلبي يروح يأكس على هذا الشخص تنعكس على نفسيته وعلى حياته ومستقبله شفتي ليلى أنت كانت لأراء السلبية أكثر يعني وكلهم أعلم أننا ضد وقت اللي بده يصير أكثر من حده يعني أكيد خلينا نحكي أكثر إيمتي بتحول التعلق لحالة مرضية تطلب هون العلاج تدخل الطب النفسي خلينا نقول تمام هلأ أوقات بصير عندما الشخص يكون تعلق بصير في عنده نوع من المعاناة أوقات بصير بقى بين عزي ممكن يعاني بقى من الإطرابات النفسية يعاني من إكتئاب أحياناً بيعيشوا صدمة أحياناً في شخص بيصدم بشخص أنه كان بتعلق فيه وتركه فهو يعيش صدمة نفسية أوقات في بعض الأشخاص بتكون عندها سماتها الشخصية بتصير أنه هي أمية لتقوم بسلوكيات إيزاء ذات ممكن تعمل مثلاً تأذي نفسها لأنه هذا الشخص تركها هذا الشخص هي كثير متعلقة فيه ما عم تستحمل الحياة بدونه أو حتى أوقات منه تحاول تأذي غيره فهون نحن بهيك حالات وقت بتأثر على نواحي حياته سواء كان المهنية الاجتماعية الشخصية حتى إذا كان دراسي أو أي شيء هون نحن بتطلب بقى نحن نلجأ للأخصائي النفسي والطبيب النفسي لحتى يتم التدخل معه اليوم بموضوع التعلق العاطفي بتحسي حتى بحالات الفقد اليوم نحن معرضين إذا كان في هذا التعلق موجود تاب اليوم كيف نحن عادرين نعرف إنه نحن عنا تعلق مرضي بأي شخص بحياتنا طمم هلا أول الشي بنلاقي هذا الشخص المتعلق إنه هو ما عم يقدر إذا هاجهتم معقف ما أو مشكلة ما ضغري بيلجأ الأشخاص معينين إنه لازم هنن هذا الشخص متعلق فيه ساعدني شو لازم أعمال دائما ما بيقدر ياخد أي قرار بحياته سواء كان شخصي أو غير شخصي حتى هو يقول له شو أعمل أخد أعمل هيك أو ما ساوي هيك حتى إنه بيكون عنده دائما مبالغة بإظهار الاهتمام فيه اهتمام زائد جدا بيكون فإنه هذا دائما هذا هي إبرز علامة إنه هذا الشخص متعلق به هذا التاني كمان في عنا دائما في عنده خوف من إنه هو يفقده وبيتطلب دائما بيطلب منه أكد لي إنك أنت ما رح تتركني دائما أنه أنت دائما حتكون موجود معي وبيصير هون دائما في متابعات وملاحقات وحتى محاولة إنه يسيطر عليه لحتى هو ما يتركه وما يفقده بحياته كمان من لاقي إنه هو ما عنده قدرة يتحمل المسؤولية دائما لأنه هو بنتيجة اتكاليته على الآخرين اللي هو متعلق فيه دائما إذا أي قرار توصله وكان خاطئ بيبلش يلوم الأشخاص اللي حوالي إنه أنت وصلتوني لهون هو ما عنده قدرة أنه يتحمل مسؤولية يعني خلينا نقول إنه هي أبرز ونقاط نحن إذا شفنا شخص إنه متعلق إنه هذا هو يعني حياته بانيها بكل شيء أوقات فراغ وقاعد عم يفكر بهذا الشخص أو عم يتواصل معه دائما وأهم نقطة إنه دائما رابط سعادته بهذا وجود الشخص إن كان موجود وكان بحياتي فأنا كتير سعيد إن بععد أو حتى هو فضي ما ما حسن يشتغل معي أو ما حسن يتواصل معي فهون أنا معناها أنا مالي أهمية بحياته ومن الحب ما قتل يعني قالت إزاء نفسي أحياناً بصير بالقصة يعني تماماً هل إنا نحكي عن أخطر أنواع التعلق هل هي التعلق أخطر من الحب؟ هل الحب في عندك مشاعر متبادلة في إحساس بالسعادة دائماً عم يدفع طرفين حتى إنه هن يطوروا من نفسهم بينما التعلق ممكن يكون من طرف واحد وممكن يكون متل ما حكينا يكون مرضي وممكن يكون التعلق بزدات المرضي بيكون في عندنا مشاعر إحباط مشاعر حزن مشاعر غضب لأنه هو معهم يحسن يكون مع الشخص الآخر تمام؟ والتعلق إذا زاد عن حده فمعناها إيا فقد إيا حالة صارت فهو رح يعجز هذا طبعاً التعلق يزائد عن حده تمام؟ مشان هيك أنا بشوف أن الحب يعني هلأ ممكن التعلق يساوي حب تمام؟ فكرة ممكن التعلق بيصير في حب ترجع لقوة الشخصية والإرادة والعائلة كيف نحن قادرين نتخلينا نحكي بتفاصيل سريعة اليوم كيف أي حدا اليوم عنده هاي الحالة إن كان لحبيب لصديق لأخ لحده فقده بحياته كيف ممكن يتخلص منه ويرجع لحياته الطبيعية؟ تماماً أولاً إذا كان هو معاجز مع نفسه أنه يتخطى هذه المرحلة أولاً نحن نلجع للطبيب النفسي والأخصائي النفسي حتى يساعدونا الشغلة الثانية نحن كشغلات خاصة ممكن نحن بقى نبلش نملي أوقات الفراغ بلاقيباً يعني من نحن بيجينا حالات هيك أول ما منوجههم أنه ملوا أوقات فراغهم لأنه بتلاحظوا أنه نسأله شو عم تعمل ما عم بعمل شي قاعد هيك عن هالموبايل بس قاعد عم يتابع على السوشال ميديا وعم يلاحق وهي أنه نحن نطلب أول شي ملي أوقات فراغك بأنشطة برياضة بتعلم شي مهنة معينة أي شي بس إنهم بتشغل أوقاتك واستع دائرة العلاقات الاجتماعية النوجودة نحن طول ما نحن حاصرين حياتنا بشخص واحد فهو معناها هون يعني خلينا نقول متل دعامة متل البيت عامل كلها البيت على عمود واحد فرحها العمود وانهارت حياته نحن منقل له كتر الدعمات ميشان إذا راح الدعمة معينة تماماً كان الزلازل العاطفية تماماً معرضين بأي اللحظة نحن اليوم لأي سنزال العاطفي كتر اليوم الدعمات تماماً صحيح شكراً راند لحضورك اليوم لكل المعلومات اللي ذكرت إياه من شاء الله هيك هاي الحالة تكون خلينا نقول عابرة وخفيفة على الرجمية يعني نحن ما فينا نعيش لا بدون حب ولا بدون تعلق ولا بدون عاطفي بالنهاية يعني شي فطري بحياتنا شكراً راند عطفاً إلي شكراً لالي عطفاً أنا بدي أول شغلة أنه أهم الشيء الشخص دائماً يكون متزن انفعالياً حتى أنه عنده الوسطية بالعواطف بإبداء المشاعر الآخرين لحتى ما يكون يعني عدم المبالغة لا إلا ولا كثير لأنه مشان ما يصير عنده صغير أو موعدة نحاول بوعدة حال وسط نكون يعني شكراً لإليكو على المعلومات اللي